بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي المشاهدين أهلا بكم ويوم جديد من أيام الريمونتادة طبعا لا صوت إعلو فوق صوت الجولة الخامسة من دور المجموعات دور أبطال أفريقيا والمواجهات المهمة للأهل والزمالك الزمالك في مواجهة شباب بولوزداد مباراة صعبة في الجزائر وكذلك الأهل ومواجهته قدام القطن الكاميروني اللي هتتلعب بكرة إن شاء الله طبعا كلام كتير الموقف صعب بالنسبة للأهل والزمالك يمكن موقف الأهل أصعب شوية في المجموعة من موقف الزمالك نادي الأهل ما بدأش بداية جيدة في دور المجموعات ولكن بنقول إن كل شيء وارد وكل شيء جايز والمهم إن الأهل والزمالك لعبوا على الفوز ويعملوا اللي عليهم بغض النظر عن أي حاجة تحصل بعد كده خلونا نبدأ مع حضراتكم بالمباريات اللي هتتلعب بكرة طبعا دور أبطال أفريقيا بكرة وبعده المباريات هتتلعب بكرة هيبقى معنا ثلاث مباريات في دور أبطال أفريقيا البداية هتبقى مواجهة المريخ السوداني والترجي التونسي مباراة مهمة جدا لصالح مجموعة الزمالك طبعا المباراة هتبقى الساعة ثلاثة هتتلعب طبعا في ليبيا القطن الكاميروني الساعة ستة ومواجهة زي ما بنقول مهمة جدا لنادي الأهل بيسعى إن هو يفوز بيها المباراة هتبقى الساعة ستة وهتبقى طبعا على ملعب القطن الكاميروني في مدينة جروة وهي أخيرا مواجهة شباب بلوزداد ومباراة في غاية الأهمية لنادي الزمالك اللي بيسعى إن هو يحسن من موقفه في المجموعة المباراة هتتلعب الساعة التسعة زي ما بنقول على استاد خمسة يوليو بالعاصمة الجزائرية بعد نقلها من ملعب عناب زي ما بنقول مباريات مهمة جدا ولكن خلوني أبدأ مع حضراتكم من مباراة النادي الأهل النادي الأهلي عايز إيه من المباراة النادي الأهلي طبعا بيلعب المباراة لأنه يفوز على فريق القطن الكاميروني النادي الأهلي طبعا هو أكيد هو اللي حط نفسه في الموقف ده لأن البدايات دايما عندما تبقى مش جيدة الوضع بيسوق ولكن بنقول نحنا كلنا ثقة في النادي الأهلي والنادي الأهلي يقدر أنه هو يفوز على القطن الكاميروني لأن طبعا فيه فرق كبير جدا فيه المستويات ما بين الأهلي والقطن الكاميروني حتى لو كان النادي الأهلي ممكن يكون مضغوط للقطن الكاميروني ما عندوش أنه هو حاجة يخسرها ولكن حرجع وأقول أن الفوارق الفنية أكيد بعيدة جدا نادي الأهلي كلنا عارفين أنه هو أول جولة كانت مع القطن تم تأجيلها بدأ بالهلال في السودان بعد مراجع من كاس العالم للأندية خسر في السودان عمل مباراة سيئة بعد كده يعني جات له فرصة أنه هو في ملعبه قدام سانداونز ونتيجة خلصت اتنين اتنين كان بكل سهولة كان ممكن الأهلي يحسم الوضع في المباراة الأولى ولكن فرط في النادي الأهلي رغم تقدم سانداونز ولكن النادي الأهلي نادي كبير قدر أنه يتقدم بهدفين ولكن الأخطاء والأخطاء كتير قوي ودلوقتي بعد ما الموقف بقى صعب الموضوع ما بقاش في ايد النادي الأهلي بس لا ده النادي الأهلي هو بطالب أنه هو يكسب المباراةين اللي نقصين يكسب بكرة المباراة الأولى ودي مهمة جدا وما ينفعش أنه هو حتى يفكر في المباراة الأخيرة قدام الهلال غير أما يركز في مباراة بكرة مباراة بكرة زي ما بنقول بكسبها وبستنى أشوف إيه اللي هيحصل يوم السبت في مباراة سانداونز والهلال ويمكن أنا عايز أتكلم في نقطة في الموضوع ده أولا لأنه طبعا يمكن إحنا بنقول إحنا بنحط نفسنا في مواقف صعبة وبعد بنحط نفسنا في المواقف الصعبة بنبتدي بقى إيه الناس كلها تبتدي إيه تتكلم وكل واحد إيه يبتدي يكتهت يعني مثلا النادي الأهلي خسر وخسر خسارة كبيرة قدام فريق سانداونز خمسة اتنين ومن بعد ما المباراة انتهت بقت كل الناس قاعدة عمالة اللي بتطلع إشعاعات واللي يقولك سانداونز حيسيب الماتش سانداونز مريح اللعيبة سانداونز مصفرش اللعيبة لأ أصل لازم مرقب على المباراة لازم مش عارف إيه لازم ولازم 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 الناس كلها بتتكلم في النقطة دي من منطلق إن المباراة الوضع الطبيعي بتاعها يبقى خلصان لسانداونز أنا بتكلم عن مباراة سانداونز والهلال اللي هتتلعب يوم السبت كل الناس بتتكلم من المنطلق ده وده برضو موضوع غريب واللي فاكر كلامنا اللي قلناها الأسبوع اللي قبل اللي فات باللفز كده قلت يا جماعة الناس اللي متابعة والناس اللي بتشجع والناس اللي ما بتسيبش ماتش وبتبقى متابعة مش فرقتها بس فرق المجموعة كلها أنا قلت يا جماعة انسوا فريق الهلال السوداني اللي انتوا واخدين عنه انطباع السنين اللي فاتت لأن الهلال السوداني في النسخة دي هلال مختلف فرقة كويسة فرقة محترمة وبتلعب كورة وعندها هدفين وعندها ناس بتعرف تجيب جوان وبيكتهدوا دفاعيا وبيكتهدوا جماعيا والفريق بيلعب كوحدة وحدة فالهلال عامل نتائج كويسة عامل أداء كويس الهلال حتى ما خسر من سانداونز في جنوب أفريقيا الماتش الأولاني خسران واحد صفر بالعافية لازم نبقى مركزين في الكلام ده فحتة ان الهلال يكسب سانداونز أنا شايفه من وجهة نظري ده موضوع عادي ان الهلال يقدر ان هو يكسب سانداونز ويقدر ان يكسبه بكل سهول لان فريق سانداونز ورغم ان كل الناس بتتكلم عنه ولكن فريق سانداونز مش فريق أسطوري فريق محترب طبعا ليه كل احترامه بيلعب كورة حلوة بيلعب كورة جميلة اللي بيحب الكورة يحب يتفرج على فريق سانداونز انما حنقولها تاني بعد ما قلناها مئة مرة ان سانداونز فريق معرض زي ما هو بيكسب وبيجيب جوان كتير معرض ان هو يتغلب ويتغلب بعدد كبير كمان من الاهداف لان هو فرقة فتحة الملعب فرقة بتلعب كورة فرقة بتلعب على المساحات كله بيهاجم الديفنس فيه صغرات كتير الديفنس فيه مساحات كتير واي حد بياخد الكورة ويروح على اي مدافع من سانداونز يقدر ان هو يكلفته ويقدر ان هو يجيب جوانز وشوفنا برسيته وشوفنا الغلطة بتاع الجن الأول بتاع محمد شيرف بسهولة بيغلطه وبسهولة ففريق كل المطلوب ان انت تدي له احترامه انما ما تخافش منه لان هو فريق مش مش اسطوري والناس بتتكلم وقاعدة عمالة تتكلم وقصة سانداونز واللي بيعملوه والمشروع واللي مش عارف ايه الكلام ده سانداونز هي 2016 يا جماعة بطولة 2016 والنادي الاهلي كان بيعرف يتعامل مع سانداونز السنين اللي فاتت وكان بيعرف يتعامل معاه وكان مخرجه ايام بيت سمو سيماني وكان مخرجه ايام فيلر فالنادي الاهلي هو متعود على سانداونز وبيعرف ان هو يتعامل معاه ولكن حصل خطأ فيه المباراة الاولانية ملمش النادي الاهلي مدايقش المساحات بعد ما تقدم اتنين واحد ساب لهم مساحات هم عندهم الامكانية لو لقوا المساحات ده يقت عندهم اللعبة اصحاب المهارات انها تقدر بيعرفوا يجيبوا الجوال وخدوا تعادل كان في منتهى الاهمية بالنسبة له الماتش الاولاني الماتش التاني رحت بتلعبه الدنيا مفتوحة هو بيلعب كورة والدنيا مفتوحة وانت بيلعبه بنفس الطريقة وده طبعا اكبر غلق وقلناها برضو قبل كده مش عيب ان النادي الاهلي يضيق مساحات ومش عيب ان النادي الاهلي يرجع تحت الكورة ومش عيب ان النادي الاهلي في بعض الاوقات في بعض المباراة ان هو يدافع خصوصا انت لو دارس الفريق اللي بتلعبه عارف امكانياته ايه والكورة اللي بيقدمها ازاي والتاكتك بتاعه ازاي فانت هتعمل له تاكتك يقدر يقابل التاكتك اللي هو بيشتغل به ان انت ازاي هتحرمه من الاسلحة بتاعته من الشغل اللي بيشتغل ده ما حصلش ناس راحوا ماتش الظهر الساعة ثلاثة وطبعا الاهلي في موضوع الظهر برضو لازم اللعيبة تبتدي تفكر وانها تخرج نفسها من حتة ايه ان انا سلم نفسي ان انا اهمد اصل ماتش في افريقيا اصل ماتش الساعة ثلاثة اجمال ماتشات تبقى ثلاثة تبقى ستة تبقى تسعة تبقى في اي وقت النادي الاهلي يلعب بشخصيته ولكن النادي الاهلي راح عمل مباراة مفتوحة قدام سانداونز طبعا زعلنا يعني زعلنا وجبنا ناس تزعل بعد المباراة اللي حصل رغم ان انت ابي بيتقدم وانت بتجيب جون التعادل وبتخش تاني للمباراة ولكن الدنيا ما بتمشيش مع الفريق ده بالشكل ده سانداونز السنة اللي فاتت كان مكسر الدنيا في دور المجموعات بالعكس ده كان كسب النادي الاهلي ذهبوا عودة وكلنا فاكرين اللي حصل سانداونز بمجرد ما عد بس دور المجموعات ولعب مع بيترو أتليتكو في مرحلة اقصائية ذهبوا عودة بيترو أتليتكو كسب وسانداونز خرج لمجرد ان هم لعبوا فريق برضو بيلعب كورة وعنده امكانيات ولكن كانوا درسين سانداونز كويس وقفلوا عليهم الدنيا وما تدلوش المساحات اللي يجروا فيها ويروحوا ويهددوا وكلام ده كله ويجيبوا عدد كبير من الليجوان زي ما بمتعودين سانداونز فوقفوا وبالتالي خرجوا ففريق عادي ان انت تحترم ولكن نادي الأهلي المشكلة ان القايبة ما لعبتش بشخصية النادي الأهلي ثابت الدنيا وكلها أخطاء وكلنا شفنا الأخطاء ده أخطاء واحد بيشوت الجون الأولاني من على التمنتاشة فيه خمسين واحد قدامه انها محدش ضغط عليه منهم من الشوت فالراجل شوت جاب جون كرة تانية غارجة والديفنس خارج كله وناس الراجل ومش كله طالع مع بعضه على طول الكرة تردد الراجل مش افسايد هو جون كرة تالتة شاط من آخر الدنيا جون وحنتكلم برضو عشان برضو ليه تعليق بس قدام شوية على الشناوي الراجل بيشوت جون بعد كم مساحات زي ما شوفنا انا نشوت تاني ومساحات والناس يلاقوا المساحات بيروحوا بينفردوا بيعرفوا يجيبوا جون وفيه مهارات ده ما انا معرفتش ان انا اقفل عليهم عشان ما وصلهمش لاماكن الخطورة دي بكرة الاهلي مطالب ان هو يكسب الفوارق بعيدة الفوارق بعيدة ولكن متالبة التركيز مطالب شخصية النادي الاهلي مطالب ان كولر يعمل تكتك للمباراة دي واشتغلها بطريقة كويسة وبطريقة زكية لان زي ما قولنا فريق القطن ما عندوهش اللي يخساره وانت متخافش قد يعني من الرجل اللي ما عندوهش حاجة يخسره يعني ما عندوهش حاجة يبكي عليها الرجل ما وضع طبيعي أن النادي الأهلي يكسب ولازم يكسب إن شاء الله يعني لازم يكسب قطن الكاميروني اتغلب من الهلال في ملعابه في جاروة اتغلب من سان داونز في جاروة فريق الوحيد في دوري المجموعات ما جابش نقطة يعني فريق خلينا نقول قطن الكاميروني هو الحصالة بتاع المجموعة وفريق الوحيد اللي في دوري الأبطال ما حقاش ولا نقطة حتى فرقة فيبرز اللي هي مفروض الأغندي فيبرز الأغندي اللي هو من أضعف فرقة البطولة حتى جاب نقطة في مجموعته إنما القطن ما حقاش ولكن هل أنا نزل بقى أندفع وإن أنا بدور على جون وإن أنا جون تأخر أتوتر وإن أنا سيب مساحات في ظهري وعندهم لعيبة سريعة طبعا فنيا مفيش يعني على قدهم ولكن لا عندهم لعيبة سريعة السريعة دا لو لأ أمس ساحة حينطلق وحيروح للجوء وحيشكل الخطور عليك فلازم يبقى فيه تركيز كبير جدا من جانب النادي الأهلي الأخطاء بكرة المفروض إن هي تبقى مش موجودة ويبقى كل لعيب نازل من النادي الأهلي عارف إن هو نازل علشان يكسب وما يفكرش في أي حاجة ما يفكرش في المطش الأخير قدام الهلال ما يفكرش حتى قدام الهلال وساندونز اللي ممكن يحصل لأن أنا زي ما بقولك في مباراة الهلال وساندونز كل شيء وارد هي الناس بس مصدرة حتة إن إيه إن الهلال لو كسب ساندونز يبقى ساندونز مفوت أو ساندونز معادي لا الكلام ده مش مصبوط فريق الهلال السوداني فريق محترم وفريق بيلعب كورة وبنقولي الكلام ده من ساعة ما شفنا أداءه ودينا شفنا حتى الهلال السوداني أما لاعب النادي الأهلي في مواجهة مباشرة مع النادي الأهلي النادي الهلال السوداني أدى الزاء كسب مضيع ضربة جزاء مضيع فرص جوا أنت سلل عمل كل حاجة فإنت شفت ده معينك ودهوة اللي عمل وحتى إما خسر مع ساندونز في جنوب أفريقيا عمل مباراة كبيرة وعمل مباراة كبيرة قدام القط كان خسران ورجع وتعادل وكسب بره فمش حكاية إن لو الهلال كسب ساندونز يبقى ساندونز اللي هو بقى مفيش فير بلاي لا لا عادي جدا الهلال السوداني ممكن يكسب ساندونز عادي لو لعبه صح إنما لو لعبه غلط الوضع الطبيعي إنه ساندونز حيكسب وحيكسب أي حد أي حد حيلعب ساندونز جوه أو بره ملعبه لو لعبه غلط حيزعل وساندونز قادر إنه يكسب أي حد بس الأهم من كده التلاتة بنت بتوع بكر من غير أي تفكير في أي حاجة تاني تكسب بتدي النفسك ثقة تعمل عليك لأنه وضع طبيعي النادي الأهلي النادي كبير النادي الأهلي بطل دورة أبطال أفريقيا يعني عشر مرات يعني عشر مرات منفعش في الآخر نتلع نقول النادي الأهلي خرج من دور المجموعات باربع نقط ولا بخمس لا أنا عندي ستة بنت موجودين ومعايا أربعة النادي الأهلي يعمل عليه جمهور زعلان يصالح جمهوره كمان العيبة عملت اللي عليها جيب ستة بنت على الأربعة اللي عندي مخلص عندي عشرة بنت اللي رايده ربنا يكون اللي رايده ربنا يكون وده شيء مهم جدا شيء مهم جدا بغض النظر عن أنك بتسعد أو مش هتسعد ولكن النادي الأهلي برضو عنده بطولة الدورة أكيد برضو هايبقى عنده تركيز في بطولة الدوري عايز يشغل على المؤجلات عايز يوسع الفرق ما بينهم ما بين الناس اللي وراه فالنادي الأهلي ما يركز في المواتشين دولة ويقديهم بطريقة كويسة حتى يدي ثقة لنفسه ويدي ثقة للجمهور وأن الدنيا هتبقى أحسن بعد كده فده شيء بيبقى مهم جدا طبعا النادي الأهلي برضو أكيد خبر وجوده في منديال الأندية عشرين خمسة عشرين بالنسخة الجديدة اللي حتكون من اثنين وثلاثين فريق أكيد ده برضو خبر فرح الأهلوية النادي الأهلي طبعا على الصفحة الرسمية بتاعته على تويتر بيتكلم بيقول نادي القرن في منديال عشرين خمسة عشرين حاضرون دائما في المواعيد الكبرى كلنا عارفين أن الفيفا قال لك بطولة عشرين خمسة عشرين من كاس العالم للأندية هتبقى أول بطولة باتنين وتلاتين فريق طبعا أكيد بطولة هتبقى قوية جدا اتقال طبعا أن آخر أربع نسخ من دور الأبطال في الاتحادات القرية هي اللي حتتقاهل للبطولة النادي الأهلي كلنا عارفين هو بطل عشرين واحد وعشرين وبالتالي النادي الأهلي اتقاهل هيبقى موجود زي الوداد بالزبط أما هو بطل عشرين اتنين وعشرين وبالتالي الوداد برضو هيبقى موجود هنشوف مين بطل النسختين اللي جايين هيبقى طبعا موجود في المنديال طبعا نتمنى نشوف فرق مصرية هي اللي موجودة وهي اللي بتكسب ونشوف فرصة يعني بطولة هتبقى بطولة كبيرة طبعا بطولة هتبقى قوية هيبقى اتنشر فريق من أوروبا ست فرق من أمريكا الجنوبية عندك اربعة من أفريقيا اربعة من أسيا اربعة من أمريكا الشمالية طبعا بالإضافة لفريق من أوكيانوسيا والفريق المصطديف دولة اللي هيبقوا الاتنين وتلاتين فريق ويعني هتبقى أكيد بطولة جمدة جدا لأننا بتتكلم على اتنشر فريق من أوروبا يعني انت بتتكلم يعني ان ريال الماديلت هيبقى موجود بطل نسخة تشلسة هيبقى موجود بطل نسخة يعني هتبقى الدنيا صعبة جدا ولكن هتبقى بطولة للاستمتاع نفكر حضراتكم كده بجدول الترتيب برضو بتاع مجموعة الأهلي قبل المباراة بتاعت الدور الجولة الخامسة سانداونز طبعا في الصدارة عشر نقاط كسبان ثلاث مباريات ومتعادل مباراة الهلال السوداني تسعة من ثلاث انتصارات وهزيمة الأهلي في المركز التالت أربع نقاط وزي ما قلنا القطن الكاميروني في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط طبعا يسعدني طبعا دلوقتي وإحنا بنتكلم على مباراة الأهلي نكون معي على حد أنا بحبه جدا على المستوى الشخصي ونجم من نجوم النادي الأهلي السابقين الكابتن ديا السيد واخد رأيه في المباراة وأهميتها وإيه اللي مطلوب من النادي الأهلي يا كابتن ديا مساء الفل ومنور المنتدى الله يا انت اللي منور يا بركوت مخبار حضرتك يا بكبات ازيك بركات أخبارك الله الحمد لله يا كابتن قول لي بقى كابتن طبعا والموقف صعب وأكيد النادي الأهلي هو اللي حضت نفسه في الموقف ده الأهلي مطالب أنه هو يكسب المباراتين ويستنى يشوف نتائج بقية الفرق شايف مباراة الأوتن ازاي بكرة كابتن طبعا زي ما انت قولت الموقف صعب مش سهل لأنه احنا من ساعة ماتش سندوز احنا في ظل وجود هزيمة ديلا في عدم صيخة والفرقة بتلملم الأشلاق زي ما بيقولوا بتلملم الدنيا وبقى المعظم الحديث وهو ده خطر أنا شايفه انه ازاي سندوز هلا مع الهلال فأرجو انه اتمنى انه اللعيبة تكون برا الموضوع ده لأنه احنا لازم نكسب المطشين اللي يفضلين لنا وما لنجعب حد يعني احنا نكسب المطشين وخلاص يعني احنا نكسب المطشين ونسيب بقى الأخدار اللي احنا حطينا نفسنا فيها يعني نشوف نتائج المطشات لو حصل خير انه بقى لك فوق في مطش الإلال يبقى كويس يبقى يبقى فيه موقف تاني واداء تاني بشكل سبير لكن مطش على فكرة الحاجة كويسة انه الملعب ده احنا لعبنا عليه انت عارف المنتخب لعبنا على الفجاروة وملعب استاد جديد جدا ملعب كويس يا كابتو عكس ما انتو لعبتو في ساعة نهاية كاس افريقيا اه لا كان ساعتك الملعب سيء جدا انما طبعا انا كنت انا شوفته بعد تجديد ده قبل الافتتاح في بطولة افريقيا ملعب محترم ملعب كويس يساعد الاهلي ملعب كويس جدا 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 يعني مفيش اي حاجة اه يعني يبقى فيها زي ما بيقولوا كده حجة يعني لان انا بشوف ان المطش ده 95% اللاعيبة اللاعيبة تعدل موقفها بشكل جميل جدا اه بغض النظر من التشكيل من اللا هلعب هم قادرين على ده وان شاء الله يعني يتصقى تبقى هربانا شوية في اول خمس زياء لكن الملعب هيساعد لعابتنا انهم يتفرقوا بإذننا كابتو الضيئة ليه الناس اتفاجئت بالهزيمة الاخيرة قدام سانداونز 5-2 يعني الرغم ان سانداونز فريق بيلعب كورة كويسة وسبق ان هو كسب النادي الاهلي 5-0 ولكن يمكن الناس اتفاجئت بالخمسة 2 اللي فاتوا ويعني ما كانوش متخيلين ان النتيجة ممكن تبقى كبيرة بالشكل ده يعني ايه الاخطاء اللي ويع فيها النادي الاهلي في المباراة ديات وخلت ان النتيجة تبقى كبيرة هو اولا الناس اتفاجئت لانها الهزيمة قررت بنفس العالم اتفاجئت لانك انت بعد الهزيمة الاولانية انتفضت كتيم وعملت النتيج كويسة جدا في القارة حتى مع اابل سانداونز بعدها وكسبت وكت نجي بشكل كبير جدا وخدت البطولة مرتين في وجودهم بزبط فالمفاجئة انه بالنسبة لانا فنيا انك انت شفت الفرقة دي في المطش الاولاني وشفتها كويس جدا وشفت السرعات اللي عندها وشفت الكيفة والرشاقة والكرة اللي اتلعبها الاهم حاجة كانت متميزة السرعات وضيعت كمان من ايدك كابتن خد بالك كبنتين مهمين المطش الاولاني كانوا في ايدك يعني انت المفروض بعض المتنين واحد ان دنيا كانت اتقفلت ورجعت واحنا دايما بقول يا كابتن ضيع مش عيب ان النادي الاهلي في بعض الاوقات يدافع ده مهم جدا من غير الاثنين من غير ما تعمل الاثنين ما هو ده اللي انا معناهش المطش الاولى كولر اه يعني يعني انا ااسف يعني انه المطش التاني وانت شفت الفرقة وشفت سرعاتها وشفت انت بعد ما تقدمت وضيعت بنالتي هم رجعوا في النتيجة بالسرعة بتاعتهم بالانتشار بتاعهم كان لازم يكون فيه التاكتك مخالف تاكتك مغير ما توسعش الملعب بشكل كبير لكن خلاص فتبر النتيجة كانت صعبة جدا لانه في ظل المساحات في ظل السرعات اللي فيها تفوق الى حد كبير في اماكن كتيرة في الملعب واحنا ما دفعناش بشكل كويس في عدد لعيبة كان بيبقى متواجد في مناطق الدفاع لكن ما حدش بيدفع كويس كانت مشكلة بالنسبة لنا فأتمنى انه ان شاء الله بكرة ده اهم انه الملعب كويس واحنا احسن وفيه فرؤات فيه عدم ثقة شوية من اللي حاصل بعد الماتش اللي فات لكن ان شاء الله دي تروح مع تصميم اللعيبة وإرادتها يعني بإذن الله ان شاء الله كابتن ديا السيد طبعا اشكرك شكرا جزيلا وطبعا كان يهميني ان انا يعني اسمع رأيي كابتن ديا في مباراة القطن بكرة وان هو اتكلم برضو حتى على مباراة سان داونز والهلال ويمكن الكابتن ديا بيتكلم في نفس الفكرة ونفس النقطة اللي انا بتكلم فيها انت تكسب الماتشين واعمل اللي عليك وما تركس وما تفكرش عشان ما تضغطش نفسك وخلاص اللي حصل حصل انت دلوقتي عندك تقدر تتاهل ممكن تبقى موجود في الدور اللي بعد كده ممكن لو النتائج لقدر الله مساعدتش حيبقى النادي الاهلي برا مش مشكلة بقى مش هينقص من النادي الاهلي حاجة النادي الاهلي زي ما بنقول بطل عشر نسخ قبل كده فما فيش مشكلة خالص ولكن يبقى ان الجمهور يحس ان اللعيبة بتقدم اللي عليها ولكن الفترة الاخيرة لأ برضو النادي الاهلي مش هو النادي الاهلي ولكن النادي الاهلي قادر النادي الاهلي قادر طيب دلوقتي النادي الاهلي زي ما بنتكلم طيب إيه الأوضع إيه السيناريوهات النادي الأهلي يكسب الماتشين خلاص مفيش مشكلة الأهلي مطالب بالفوز في لقاءي الهلال والقطن الكاميروني ده موضوع مفروغ مننا جماعة يعني ده ده موضوع منتهي قبل ما تبتدي بقى تفكر في أي حاجة الأهلي لازم يكسب الماتشين لأن النادي الأهلي لو ماكسبش القطن بكرة خلاص النادي الأهلي بره فدي أول حاجة إن النادي الأهلي مطالب إنه هو يكسب المباراتين طيب في حالة فوز صنداء ونزع على الهلال إيه اللي حيحصل سيكون الهلال في حاجة للفوز بأي نتيجة على الفريق السوداني في الجولة الأخيرة من أجل ضمان التأهل حيث سيحتل حينها المركز التاني برصيد عشر نقاط فيما ستوقف رصيد الهلال عند النقطة التسعة في المركز التالت يعني النادي الهلال عنده ناقص له ماتشين لو خسر بكرة من صندونز حيفضل تسعة خسر من النادي الأهلي حيفضل تسعة في الحالة دي النادي الأهلي حيبقى وصل عشرة بونت يتأهل النادي الأهلي والهلال السوداني يخرج بر يعني ده في حالة إن الهلال اتغلب من صندونز بكرة واتغلب من النادي الأهلي طيب في حالة تعادل صندونز مع الهلال ودي أعتقد يعني أعتقد من وجهة نظري أنا حاسس إن دي ممكن تكون النتيجة الأقرب يعني أنا من وجهة نظري شايف ان التعادل ممكن يكون النتيجة الاقرب لماتش سانداونز والهلال سيكون الاهلي في حاجة للفوز بنتيجة عريضة على القطن الكاميروني في الجولة المقبل بما يزيد عن اربع اهداف كاملة من اجل تعويض فارق الاهداف في جدول ترتيب المجموعة مع الفوز على الهلال بهدف نظيف يعني ان انا مطالب ان اكسب الهلال 1-0 ده في حالة ان سانداونز اتعادل مع الهلال ارجع انا نادي الاهلي اكسب الهلال بس اعمل سكور على القطن الكاميروني اعوض فارق الاهداف لان الهلال السوداني عنده 3 اهداف بالزيادة النادي الاهلي عنده هدف عليه هدف بالنقص وبالتالي النادي الاهلي بكرة عنده فرصة انه هو كل داود بنقول في حالة ايه تعادل الهلال مع سانداونز ففيه فرصة النادي الاهلي يعوض فارق الاهداف انه هو يعمل جيم كبير بكرة ان شاء الله ويسجل 3 اربع اهداف طيب في حالة تعادل سانداونز مع الهلال وفوز الاهلي على القطن ولكن ما عملش على سكور يعني هو ايه فرق اقل من الاربع هداف ايه اللي هيحصل سيكون الاهلي مطالبا بالفوز على الفريق السوداني في الجولة الاخيرة فارق اكبر من هدف ليه فارق اكبر من هدف علشان الهلال السوداني ساعتها تبقى المواجهات المباشرة هيبقى دا ست عشرة بونت والهلال عشرة بونت والاهلي عشرة بونت الهلال كسبان واحد سفر في السودان يبقى هنا الاهلي مطالب ان هو يكسب اكتر من هدف يكسب هدفين على الاهل طبعا من اجل حسم مواجهات المباشرة اللي صالحوا بعد الهزيمة في الجولة الاخيرة كل دا زي ما بنقول مبني على ايه؟ مبني على ان سانداونز يكسب الهلال او ان هو يتعدل مع الهلال ولكن فوز الهلال الدنيا خلاص خلصت وكل دا من البداية ومن الاساس مبني على فوز الاهلي على القطن الكاميرون لان الاهلي لو حقق اي نتيجة بكرة غير الفوز على القطن الكاميروني خلاص الاهلي حيكون بر وحيتآهل الهلال وسانداونز يعني دي الافكار طبعا النادي الاهلي طبعا على ملعب اللقاء اجرى التدريب الاخير للنهاردة بوجود ساتة سفيرة داليا فايز سفيرة مصر بالكاميرون حضرت النهاردة ودعمت الافريق النادي الاهلي طبعا في وجود الاساس طارق انديلعود المجلس الادار ورئيس البعثة المعنويات مرتفعة يعني الناس واخد الموضوع بجد تدريب اجتمل على تدريبات بدنية جوانب خططية وفنية طبعا استعدادة للقاء اللي هو زي ما بنقول هيبقى لقاء مهم جدا تعالوا نشوف طيب كولر وتصريحاته اللي قالها برضو قبل المباراة وبيفكر فيه المباراة ازاي ورؤيته للمباراة هتبقى ازاي بيقول نسعى للظهور بشكل جيد في مباراة الغد ونعلم ان فريق القطن يريد ان يفعل كل شيء من اجل الحصول على السلاس نقاط شاهدت مباراة للقطن مع الفرة الاخرى والمباراة التي جمعت الفريقين في القاهرة والفريق الكاميروني كان جيدا في مبارااته وبشكل عام هو فريق مميز جدا طبعا هو لا جيد ولا اي حاجة ولا فريق مميز بس طبعا يعني كولر هو بيديله حقه بيديله احترامه بس في المؤتمر صحفين لكن الفريق القطن فريق بعيد اوي الاهل يسعى للفوز غدا وصبق للتأكيد على اهمية مباراة سانداونز والهلال السوداني اكيد كلنا مهتمين بها ولكن ذلك لن يأتي على حساب التركيز في مباراة الغد اخر حاجة لعيب الاهلي يمتلكونا الخبرة الكافية لتحقيق الفوز واستكمال المشوار في البطولة وده مهم جدا ان الخبرات بتاعة لعيبة النادي الاهلي لازم تظهر بكرة يعني لازم التصريحات دي الخبرات دي تظهر بكرة في الملعب مع لعيبة النادي الاهلي ولازم يبقى لعيبة متحملة المسئولية قدام الجهاز الفني وقدام الادارة وقدام الجماهير لازم بنقول اكسب اكسب المطشين وده مهم ويعدل الصورة وصلح الصورة وحتى لو ما كملتش انما هتقول انا ما كملتش بس انا جايب عشر نقاط ده الاهلي مفيش مشكلة ان انا ما هخرج ولا هغادر الدنيا الدنيا مش همش هتبوز دي كرة النادي الاهلي بيكسب وبيخسر وبيجيب البطولة ويوصل نهائي وما يتوفقش ويرجع البطولة اللي بعدها يجيبها واللي بعدها يجيبها هو ده النادي الاهلي على طول ما بيقعش واول ما بيقع بيقوم بيقوم بسرعة بس اهم من كده عامل التركيز وان انت تدي بس احاق لجمهورك ان انت بتعمل اللي علي طيب نشوف رامي ربيعة لعب النادي الاهلي برضو كان لي تصريحات في المؤتمر ونشوف برضو رؤيته ايه للمباراة وقال ايه عن المباراة قالك نعلم ان فريق القطن سيقدم اقصى ما لديه غدا خاصة نلعب على ملعبه وسط جماهيره ونحن كلاعبين قمنا بالاستعداد جيدا لهذه المواجهة كرة القدم بها كل شيء اللاعبون اعتادوا اللعب من اجل تحقيق البطولات والفريق كله يعمل بمنتهج جدية من اجل هذه المهمة لعبوا الاهلي لديهم الرغبة في تحقيق النقاط الثلاثة غدا خاصة لذي المرحلة صعبة وتحتاج الى تكاتف الجميع اللعبون باكملهم على قلب رجل واحد في هذه المرحلة طيب دي كانت تصريحات رامي وزي ما بقول ربنا يوفق النادي الاهلي وان شاء الله يعمل مباراة كبيرة جدا ويعمل عرض كويس ويجيب جوان ويسجل ويعمل نتيجة عريضة ان شاء الله تساعدوا في اللي بعد كده وان شاء الله ربنا يوفقوا النتائج تمشي في مصلحة النادي الاهلي قبل ما اطلع فاصل برضو ليه تعقيب سريع بس على ان احنا متعودين هنا وده شيء يعني من ضمن عيوبنا يعني ان احنا بننسى بسرعة يعني ممكن مثلا يكون حد عمل لنا حاجات كويسة قوي على مدار فترة كبيرة وعلى مدار سنين وبعد كده في ثانية الدنيا اما بتقوم فهتلاقي كله بيهد يعني انا بتكلم طبعا كلامي على محمد الشناوي واحد من افضل حراس المرمى في افريقيا واحد عملت كتير جدا الفترة اللي فاتت السنين اللي فاتت ليه النادي الاهلي وكان ليه فضل كبير بعد ربنا في ان النادي الاهلي توب بطولات وعمل عروض كبيرة كان الشناوي ليه فضل كبير جدا في الكلام دو اتعامل مع منتخب مصر وشغال مع منتخب مصر على مدار سنين برضو بشكل كويس جدا ما ينفعش ان ما ييجي فترة من الفترات محمد الشناوي ييجي مثلا يتحمل مسئولية بعض الاهداف في فترة من الفترات لان في الاول وفي الاخر محمد الشناوي اه هو حرس مرمى ولكن محمد الشناوي في الاخر هو بني آدم هو العيب زيه زي اي حد معرض في فترة من الفترات المستوى ممكن بينزل شوية التركيز بيقل شوية ولكن دوت عمره ما بيقلل من قيمته ابدا عمره ما يقلل من قيمته ابدا والناس اللي قاعدة عملا تقول اه طبعا في بعض الاهداف اخطاء طبعا ما ننكرش ولا اقدر انا انكر كده انا لو قلتلك غير كده بقى انا راجل ما بفهمش ولكن في نفس الوقت اللي بيعمله الشناوي للنادي الاهلي او اللي عمله الشناوي للنادي الاهلي كتير وكبير فيجب الوقوف جنب محمد الشناوي ويجب حماية محمد الشناوي وان كله يتكاتف علشان يرجع محمد الشناوي اه محمد الشناوي اكيد انا ما عنديش مشكلة ان هو عارف عقليته وعارف انه هشتغل على نفسه او هعرف انه هيرجع نفسه كل الكلام دوت انا عارفه ولكن الناس ما انفعش انها تنسى وبعدين انا عايز اقول ان محمد الشناوي حتى دلوقتي لو في فترة من الفترات هو مش فائق فهو حتى في الفترة اللي هو مش فائق فيها هو احسن من الناس كتير غالي نكلمكو بصراحة محمد الشناوي حتى هو مش فائق هو احسن من الناس كتير يعني احنا مش هنعد نتكلم ونقول اسماء وي وي انما محمد الشناوي قيمة كبيرة جدا عندنا واكيد عند جمهور النادي الاهلي فما ينفعش ان فيه ناس تبتدي تتكلم وتقول على طول بديل الشناوي من اللي حيجي مكان الشناوي اععدوا الشناوي الشناوي ما ينفعش يلعب لعبوا علي لطفي طبعا انا هنا مشكلتي مش مع علي خالص علي جون كبير طبعا وما فيش مرة خد فرصته غير اما اثبت جدار حتى مصطفى شبير حتى كمان اما بياخد بياثبت جدار ولكن انا مشكلتي على الناس اللي بتهاجم اللي بتنسى يا جماعة انت اللعيب اما بيلاقي الناس بتنسى اللعيب يعني اكيد بيحصل له شرخ داخلي اه طبعا الكورة ما بترحمش انا عارف الكورة عايزة 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 ولكن اللي انت بتعمله او اللي انت عملته دوت اتعمل على مدار سنين طويلة فحتى الناس تشيل السنين دهيت مايبقاش في ثانية كل حاجة بتتباع يمشي يقعد مين اللي هيلعب غيروه اصل مافيش منافسة اصل 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 ده ما حتس حتقول لي اه مستوى الفترة ده اه مستوى تحت بس ده وضع طبيعي عادي وبتحصل مع الدنيا كلها وإحنا لعيبنا كورة وكن اوقات بنبقى كده واوقات بننزل نضرب غطس وبتاع ما بيبقاش عارفين السبب ايه يعني كنا لعيبة ملتزمة وكل حاجة بس فيه وقت ما الكورة بتبقاش ماشي بتديك ظهرات فالشاطر اللي هيشتغل على نفسه وانا عارف ان محمد الشناوي عارف العقلية والشخصية بتاعته وده اللي اهم حاجة فيه وده اللي بيميزه حتى الشناوي الفترة الاخرانية ابتدى يتدايق حتى كتير ابتدى يتنرفس في الملعب كتير عمرنا ما كنا بنشوف كده من الشناوي من الناس الهدية الهدية ولكن الشناوي يا جماعة ليه رسيد كبير قوي عند الجمهور يعني رسيد عنده جمهور كبير قوي ما ينفعش ان كل ده يتنسي بالعكس كل الناس تبقى وقفة في ظهر محمد الشناوي وانا اول واحد في ظهر الشناوي ان هو حتى يرجع نفسه ويرجع الشناوي بتاع بتاع زمن خلينا يعني سريعا نقول احسايات برضو محمد الشناوي قبل ما نطلع فاصل بالنسبة لبطولة الدوري السنة دي الشناوي لعب 18 مباراة طلع بشباك نظيفة 11 مباراة 18 واستقبل سبع اهداف وطبعا اكيد دي حصيلة كويسة بالنسبة للمحمد الشناوي في دورة ابطال افريقيا في الموسم ده الشناوي لعب ست مباريات طلع بشباك نظيفة ثلاث مباريات واستقبل 8 اهداف طبعا 8 اهداف اكيد عدد كبير بالنسبة للمحمد الشناوي في 6 مباريات طبعا مع اختلاف المنافسة ومع اختلاف البطولة طبعا منديال الاندية كلنا عارفين الاحصانات مش هتبقى كويسة عدد المباريات 4 مباريات شباك نظيفة مبارتين اللي هما اول مبارتين لعبهم النادي الاهلي واهداف مستقبلة طبعا 8 اهداف طبعا 4 من فلامينجو و4 من ريال مدريد وطبعا يكفي ان احنا بنتكلم وبنقول ده ريال مدريد وفلامينجو ده كانت احسائيات محمد الشناوي لان ده نقطة مهمة جدا يا جماعة ان ما ينفعش ننسى ونبتدي نهد في نجومنا نجومنا النارده بنتكلم على محمد الشناوي عشان الاهلي وارد ان احنا بكرا هنتكلم على نادي الزمالك عشان فلان او عشان علان او 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 لازم الجمهور يا جماعة يبقى اهدأ من كده وما تنساش تاريخة عمل وبطولات جت اللعيبة دي بيبقى لها فضل فيها وحتى علشان ما نوصلش للعيبة ان كل حاجة ممكن تتبع في ثانية هنطلع فاصل ومكملين مع حضراتكو في المنتدى اهلا بحضراتكم مرة تانية في الريمونتاد طبعا زي ما اتكلمنا على النادي الاهلي واهمية مباراة بكرا قدام القطن الكاميروني طبعا مباراة في غاية الاهمية برضو لنادي الزمالك قدام فريق شباب لزداد الجزائر مباراة بيسعى النادي نادي الزمالك ان هو يفوز بيها رغم ان هي برضو برة ملعبه ومباراة صعبة ومع فريق محترم اه برضو ما بنقولش ان هو فريق يتخاف منه وفريق ان هو قوي ولكن فريق محترم فريق مسيطر على الدوري الجزائري بقاله كم سنة ولكن في نفس الوقت الزمالك مش اقل منه النادي الزمالك هو بطل مسابقة الدوري برضو اخر نسختين زي ما شباب لزداد هو المسيطر على البطولة في الجزائر النادي الزمالك عنده من الامكانيات اللي تخليه ان هو يقدر ان هو يرجع بالتلات نقاط من الجزائر ان شاء الله ولكن برضو على لعيبة نادي الزمالك انها تلعب بشخصية نادي الزمالك بشخصياتها المعروفة عنها بالشكل اللي ظهروا عليه في مباراة الترجي لهو الشكل اللي كان مفاجئ بصراحة بالنسبة لنا نظرا للأوضاع اللي بيمر بيها نادي الزمالك والمستوى الفني بتاع اللعيبة ولكن فجئنا نادي الزمالك ودوات رسالة لعيبة نادي الزمالك بتقولها للجماهير ان احنا ما نبقى عايزين فبنقدر بكرة لازم لعيبة نادي الزمالك يكونوا عايزين مباراة مهمة جدا مباراة المكسب فيها بيقرب نادي الزمالك للتأهل للأدوار اللي بعد كده فمهم جدا ان نادي الزمالك يلعب برضو بكرة لعيبة لازم يبقى عندها حماس لازم بكرة تبقى لعيبة مركزة لازم بكرة برضو لعيبة وفريرا يكون حاطة تاكتك المناسب للمباراة لان المباراة حتكون صعبة والفرق المصرية كلنا عارفين ان مبارياتها في الجزائر شأنها شأن تونس شأنها شأن المغرب مباراة بتبقى في غاية الصعوبة تلعب قدام فريق قدام جمهوره وفريق سبق ان هو كذبك في الجولة الاولى بس كذبك في الجولة الاولى علشان مش هو الفريق القوي بزيادة ولكن هو كذبك علشان انت اللي كنت وحش نادي الزمالك كان وحش في المباراة الاولى خسر بضربة جزاء وكانت مشكوك حتى في صحتها وكان يقدر ان نادي الزمالك انه يعمل بداية كويسة ولكن نادي الزمالك كانت برضو بداياته شأن شأنه شأن النادي الاهلي كانت البدايات مش كويسة بدأ بالهزيمة بعد كده مطش سهل جدا مع المريخ في ليبيا كان يقدر برضو الزمالك انه هو يحسن وكان احسن فيه خلال اللقاء من فريق المريخ ولكن برضو نادي الزمالك فرط بعد كده نادي الزمالك سافر تونس عمل مباراة ولا اسوأ من كده وخسر اتنين ولكن جي نادي الزمالك ورانا بقى ايه شكل تاني خالص لنادي الزمالك نسخة تانية خالص لنادي الزمالك ولكني نادي الزمالك يعني ايه تحس كده انه هو ايه يعني حيجنننا حيجنن الواحد تبقى الظروف ماشية مثلا كلها في اتجاه معاكس وهبط بص تلاقي ايه الدنيا 180 درجة زي ما حصل في ماتش الترجي نادي الزمالك في ماتش الترجي عمل مباراة كبيرة جدك على مدار 90 ديئة نادي الزمالك احسن في كل حاجة وانت جايب ومسجل 3 اهداف في فريق كبير زي الترجي وكلنا متابعين الترجي ونتائجه من سنين السنين في بطولات افريقيا يعني نادرة نما نشوف الترجي بيلعب مباراة يدخل فيه 3 اهداف ولكن الزمالك قدر ان هو يسجل التلات اهداف كان يقدر الزمالك كمان ان هو يسجل اكتر من كده ولكن اللعيبة كانت مركزة تاكتك اللي تحط المباراة كان مناسب جدا فعلت على نقاط القوة في فريق الترجي واشتغلت عجون واستغلت اخطاء وكنت بتنتهز الفرص وكنت بتعمل المرتدات زي ما شوفنا الجوني التالت جوني ولا اروع ازاي المرتدة وازاي راحت لزيزو ازاي زيزو عمل الاوفر وازاي الجزير يعني الدنيا كلها كانت اللعيبة في حالة فوآن ولكن قبل حالة فوآن حالة تركيز وشوفنا حتى في بطولة الدوري والزمالك ماشي وحش في بطولة الدوري ولكن الزمالك فجأت لقيه ايه فجأنا كده مثلا في مباراة فيوتشر الهزيمة الوحيدة لفيوتشر في بطولة الدوري حضرت ايكا ده من نادي الزمالك والزمالك برضو عمل جيم كبير على فيوتشر فنتمنى ان بكرة نشوف نادي الزمالك نشوف النسخة بتاعت ايه ماتش الترجي نسخة ماتش الترجي مش نسخة ماتش امبي اللي فات لان انا بقولك ايه يعني يبرجلك يلعب الترجي يكسب مكسب كبير ويعمل جيم كبير ويكسب تلاتة وهوبا بعدها بيومين تلاتة يلعب بنفس اللعيبة قدام امبي ويخسر اتنين ده احنا مش عايزين النسخة بتاعت امبي يعني بكرة مش عايزين النسخة بتاعت امبي احنا عايزين بكرة النسخة بتاعت الترجي ولو الزمالك لعب بنسخة الترجي بنفس التركيز بنفس الحماس بنفس تنفيذ التعليمات لو عمل كل ده الزمالك يقدر وبسهولة ان هو يرجع من الجزار بالتلات نقاط وتفرق جدا في موقفه في المجموعة نفكر طبعا ترتيب المجموعة مع حضراتكو طبعا الترجي التنسي في المركز الاول بتسع نقاط شباب بلوزداد في المركز التاني بست نقاط من فوزين وهزمتين الزمالك في المركز التالت باربع نقاط والمريخ السوداني مع الزمالك في المركز الرابع باربع نقاط كل شيء متاح في المجموعة دي يعني كل شيء متاح في المجموعة دي اي فرقة تقدر لسه في جولة خمسة وستة كل فريق من الاربعة يقدر ان هو يصعد مين اول مين تاني كل كل ده حيبان يعني كل ده حيبان طبعا الترجي اكيد هو اقرب عنده تسع نقاط كسبان اول تلت مباريات قبل ما يخسر من نادي الزمالك فالترجي مسهلها على نفسه شوية ولكن شباب له ازداد ستة نقاط الزمالك اربعة المريخ اربعة وهي طبعا مجموعة يعني في غاية القوة يعني هو اجمد مجموعتين فيه الاربع ما جميع في دور الابطالة مجموعة الاهلي ومجموعة الزمالك بس الزمالك قادر ان شاء الله ان هو يفوس زي ما بقول ونشوف بقى فكر فريرا حيشتغل ازاي في المباراة حيفكر في ايه الانسب بالنسباله شايف الفريق بيبقى مركز فانهي طريقة من الطرق اكتر يعني الحاجات دي كلها بالنسبال لها مهمة هل شايف ان هو ايه هيلعب باربعة اتنين مساكين وباك رايت وباك ليفت ولا لا ممكن نشوف المسلوسة بدل ما يلعب باك رايت يقوم داخل يضم مع الوينش وحسام عبد المجيد فيلعب بتلاتة وبعد كده نشوف سيد نمار بيلعب باك يمين وفتوح باك شمال فحتيجي على حساب حد من تلاتة بتاع نص الملعب فممكن نلاقي اتنين بس في نص الملعب مع السلاسي اللي طبعا مش هيبقى فيه اختلاف عليهم في الهجوم زيزو مصطفى شلبي والجزيري اللي اتمنى ان هم يكونوا في قمة تركزه ويبقى اليوم ده هو بتاعهم طيب ايه السيناريوهات بقى بتاعة التأهل بالنسبة للزمالك زي ما قلنا السيناريوهات التأهل اللي قالوا نشوف كده السيناريوهات بتاعة التأهل فوز الزمالك فيه المباراتين المقبلتين امام شباب الازداد الجزائري والمريخ السوداني حينها يضمن الزمالك بطاقة الصعود برصيد 10 نقاط مش مختلفين الزمالك يكسب المباراتين بكرة والمبارات الأخيرة قدام المريخ الزمالك يصعد بمشيئة الرحمن طيب حال تعادل الزمالك امام شباب بولوزداد والفوز على المريخ يعني الزمالك يتعادل مع شباب بولوزداد بكرة وكسب المريخ فيه المبارات الأخيرة سنتظر نادي الزمالك صاحب التمن نقاط حينها ساعتها الزمالك هيبقى تمن نقاط فوز الترجي على بلوزداد ليتجمن رصيد بلوزداد عند سبع نقاط فقط لأنه حال اقتناصه نقطة تعادل واحدة والوصول لتمن نقاط سيرجح يعمل المواجهات المباشرة كفته على حساب الزمالك لأن طبعا ساعتها هيبقى تمن نقاط وتمن نقاط سيكون نادي الزمالك خسران مباراة ومتعدل التانية وبالتالي سيبقى الموضوع في صالح شباب بلوزداد حال فوز الزمالك على شباب بلوزداد يعني الزمالك كسب شباب بلوزداد بكر وتعادل أمام المريخ سنتظر الزمالك هدية الترجي بالفوز على المريخ وشباب بلوزداد ليصبح المريخ خمس نقاط وشباب بلوزداد ست نقاط دي طبعا السيناريوهات بتاعة تأهل نادي الزمالك وإن شاء الله الدنيا تبقى أحسن من كده ونشوف أسهل سيناريو اللي هو فوز الزمالك بكرة إن شاء الله وفوزه في المباراة الأخيرة على فريق المريخ والزمالك يقدر طبعا فريق شباب لزادة طبعا فريق ليه طبعا كامل احترامه فريق زي ما بنقول بطل الدوري الجزائري كام سنة اللي فاته ولكن نادي الزمالك فنيا لا فنيا أحسن عنده وفرة من اللعيبة أصحاب المهارات اللي تقدر تصنع الفارق لو لو في يومهم لو هم عايزين لو في تركيز وزي ما بقول أتمنى أن أشوف نسخة نادي الزمالك قدام الترجي مش نسخة نادي الزمالك قدام أمبي في المباراة الأخيرة تعالوا نشوفوا تصريحات فريرا وقال إيه برضو في المؤتمر ورؤيته عن المباراة المهمة قدام شباب لزادة أعلم جيدا أن الفريق الجزائري منافس قوي وهدفنا واضح وهو الفوز فقط ولن نرضى بأي نتيجة أخرى تمنى وإن شاء الله ربنا وفقهم بإذن الله شباب لزداد كان أكثر حظا في لقاء الجولة الأولى أمامنا وكان الأفضل خلال وكنا الأفضل خلال المباراة ولكننا خسرنا براكلة جزاء طبعا الزمالك خسر براكلة جزاء وقلنا مشكوك في صحيتها ولكن مش موضوع كنا الأفضل الزمالك لعب مباراة سيئة وفرط في بداية في ملعبه وكانت المفروض تبقى بداية انطلاق نعاني من بعض الغيابات مثل شكبالة وعمر جابر ومصطفى الزناري ومحمد عبد الشافي طبعا غيابات تفرق أكيد مع نادي الزمالك خصوصا غياب شكبالة إن شاء الله يرجع بألف سلامة ويرجع لأن طبعا شكبالة دايما بيبقى عنده الفارق اخترت القائمة الأمثل للمشاركة في لقاء الغد وهي نفس المجموعة التي شاركت أمام الترجي بالجولة السابقة وحققت الفوز ودوة اللي كنا بنتكلم فيه من شوية يعني نفس اللعيبة ولكن نفس اللعيبة اللي كذبت الترجي هي اللي عملت مبارسة جدا قدام انبي وخسرت من انبي 2-0 فاحنا نتمنى ان احنا نشوف الزمالك بتاع الترجي بإذن الله الفريق يعلم اهدافه جيدا وسنبذل قصارى جهدنا ونأمل ان تكون نتيجة المباراة لصالحنا في النهاية طبعا وانا يعني وكلنا نتمنى ان النتيجة تبقى في صالح نادي الزمالك في النهاية زي ما بنقول رغم ان البدايات كانت صعبة بالنسبة للأهل والزمالك ولكن الزمالك يمكن لسه الدنيا لحد الوقت بالنسبة له افضل ليه لان الموضوع لحد الوقت في ايد نادي الزمالك اكتر من نادي الزمالك والزمالك يكسب الماتشين حيتقاهل ولكن النادي الاهلي مطالب ان هو يكسب الماتشين ويستنى نتيجة الهلال والسان داونس كل التوفيق طبعا للأهل والزمالك بكرة في الماتشين وطبعا اكيد لبيرامز وفيوتشار برضو في البطولة الكون فيدرالية رغم برضو صعوبة الموقف وصعوبة مواجهة بيرامز قدام الجيش الملكي اللي هو بيقدم مستويات كبيرة مستويات كويسة ولكن خسر او الخسارة قدام فريق فيوتشار عادي جدا ولكنه رجع برضو كشر عن انيابه وبدأ البطولة العربية وكسب مكسب كبير على الاتحاد الليبي اربعة واحد فبرضو لازم يكون فريق بيرامز في اخصى تركيزه لانها مبراء مهمة جدا تهمه في المقام الاول واكيد كمان نتيجتها تهم فيوتشار اللي هو بيلعب مباراة يمكن اقل صعوبة شوية مع اسكو كارا ولكن برضو يجب التركيز كل التوفيق طبعا للاندية الاربعة باذن الله ويكون لنا دور في استكمال المشوار بعد كده في الادوار الاخصائية هنطلع فاصل وبعد الفاصل استقبل ضيفي كابتن والدكتور ميمي عبدالرازق شخص من الشخصيات اللي انا بحبها وبحترمها جدا 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 الى ابعد الحدود كابتن ميمي المدير الفني اللي قطع النشيين بالنادي المصري وكلام كتير عن المجاة الافريقية وعن النادي المصري اهلا بحضراتكم مرة تانية في الريمونتادة وطبعا دلوقتي معادنا مع الدكتور ميمي عبدالرازق او كابتن ميمي عبدالرازق رئيس قطع النشيين اول مدير الفني اللي قطع النشيين بالنادي المصري واللي بيسعدني وجوده طبعا يعني شخصية من الشخصات اللي انا بحترمها جدا يعني واعلم بصراحة اجيال واجيال يعني واحد من اقدم المدربين اللي موجودين في مصر كابتن ميمي منور الدنيا ومنور المنتدى منورك كابتن بركات انا في كمة السعادة اللي انا مع حضرتك وكل سنة وحضرك طيبة من نسبة رمضان والاسلامية وشرف لي اللي انا موجود معك والله كابتن بركات وكفاءة المقدمة الحلوة دي يعني ولا لا يمكن يا كابتن ميمي احنا متعملناش مع بعض كتير ولكن يعني انت شخصية من الشخصيات يعني مش هقولك بقى اللي انا بحبها اللي مصر كلها بتحبها حتى انت عارف يعني برضو يعني خفة الدم والناس كلها يعني بتقدرك ويعني ويكفي الدويت اللي انت كنت عامله يعني زمان مع المرحوم متحة فقوسة والله ارحمة الكابتن متحة فقوسة يعني كالناس بتقعد تدور عليكم شوف انتو فين علشان يجوا يقعدوا معاك وخشوا وشوف الفيديوهات يقولك الحق بس الدكتور ميمي مع الكابتن متحة الحمد لله كابتن بركات والله انا يعني بيقولك والله انا في كمة ساعات النهاردة وجاي طبعا اول ما سألت طبعا برنامج مع كابتن بركات لان بسم الله ما شاء الله القناة طبعا مرئية وكل بورسعيد النهاردة بصراحة قاعدة لما عارفوا انا جاي مع حضرتك فاحنا الحمد لله يعني التعب اللي تعبناه في خلال اربعين سنة انا اظهر مدرب اشتغلت في مصر وانا عندي تلاتة وعشرين سنة رحلة كبيرة رحلة كبيرة جدا رحلة كبيرة رحلة كبيرة وبتقابلها في الاخر برضو كابتن بركات رحلة كبيرة بتقابل في الاخر برضو يعني بالمواقف الصعبة اللي انت مرت بها والخبرات والمواقف اللي انت تعرضت لها بتقابل بتقابل في الاخر برضو بحاجات بعد السوشيال ميديا وبعد الكلام ده مهما تعمل الصح بس انا خدت قراءة نفسي اعمل الصح والباقي كله عند ربنا سيقول بالك السوشيال ميديا من زمان كانت تلعبك يعني الناس اما عرفوا مثلا ان الكابتن ميمي يعني بيت نرفز نرفوز او بتاع فاحنا حنشتغل على الحيطة دي فيعودوا يلعبوك وانت برضو تقع في الفخ برضو وتتنرفزوا كده لان بحب يا كابتن براجد بحب عملي يعني ما اقول لك دي وقت انا في الناد المصري بشتغل ازياد من 12-13 ساعة يوميا انا جيت من سموحة كنت جاي اصلا للفريق الاول من سنتين ومسكت برضو مجموعة ثلاث مباريات وبعدين بعد كده اتقلبوا مني كطاعر ناشئين كخبرة كأستاذ دكتور في الجامعة حضرت المجموعة من المدرهبين كبار في الرخصة C والرخصة B كمخاضر حصلت على الرخصة ايه مع كابتن حسن شحاته في اول المبتدى فبتشتغل دلوقتي النهاردة كمان بتحاول تنجز حاجة يعني كنت بكلم حاضرتك واحنا قبل كده يعني الوحيد دلوقتي اللي تعاون معايا في قطاع الناشئين كابتن حسن كنت بكلمة فيه ثمانية دلوقتي في قطاع الناشئين فوق شوقة في كابتن حسن في قطاع الناشئين بقى امان اه بقى جريء وبعدين خد بالك حتى كابتن حسن ما ما خد القراره صعد الراجل الشاب ده حسن مناسب تكتدت تتكلم الناس كلها فرحة انها رجعت تبتدي يا كابتن ميمي انها تشوف لعيب عنده ستاشر سنة وستاشر وستشهر وحتى كابتن شوق غريب قبلها من منازل محمد عبد الناصر كان ستاشر واربع شهور بدأنا اما نيجي نشوف الحاجات ده يا كابتن ميمي هنبتدي نفرح لان احنا بقى بقى لنا فترة عمالين نتكلم حتى في واحد وعشرين واثنين وعشرين وثلاثة وعشرين سنة ان ده الناشئ فاحنا عايزين نرجع انه يعني ابتديت تندى هيبقى ابتدينا نشوف ستاشر بقى وسبعتاشر يبتدي ياخد محاول كابتن بركات هي حلقة عمالة نلف حواليها فالنهاردة حضرتك يعني انا طبعا ببريك لك على اتحاد الكرة اللي انت موجود كلاعب دولي ولاعب كبير والناس لازم تهتم بهذا الموضوع بيبقى ليك مثلا عملية الاهتمام بتبقى جمدة جدا فانت بتهتم بالناس ديان كلها وبتحاول تشوف لان انت جربت دي 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 بقى مهمة لعاب الكرة الدولي اللي هو بيشوف يعني نهاردة فيه لعابة بالجنة بقول له شبيه بركات مش بك لك مجاملة شبيه خالد بيبو شبيه عمد متعد شبيه مسعد نور الله يرحمه اخدت بالك شبيه مثلا ابراهيم المصري احنا بنختار من هزا المنطقة الموضوع اللي احنا عاشناها فالناس مش فاهمة ان الخبرات المتكررة او الخبرات الكبيرة اللي انت بتنقلها لليل لعابة دو مهمة جدا تاني حاجة دلوقتي التدريب دخل فيها حتة حتة معينة جدا الحاجتين مهمين او في التدريب دلوقتي لعداد الزهني والقلد النفسي كله بيمرى انا كابتال بركات كله بيجري كله بيعمل لازم اللعابة النهاردة اللي بيتمرى معك يكون بيحبك انت هتحببه ازاي بقوتك شخصتك في التمرين انت بتفيدني هو مهم انه هو يشتغل على الولد الصغير لان الواحد اما بيكبر بيبقى صعب جدا انه هو يبتدي يتعدل ويغير من طباعه ومن سلوكه حضرتك انت بسهول انت بمسهل وانت في اول حاجة بيكبرك في السكة هديك كابتال عمر الله يرحمه انا كنت فاكت تاني مسك المريخ فشفتك فالنهاردة في لها عيبة دلوقت التمرير ايه مشكلة تلمس باز اللي المشكلة عم نتكلم فيها من الصغر النهاردة بيجيب اللي عابة 12 سنة تقول له ايه انا عاوزك تكسب انا عاوزك تكسر الدنيا واللي بتتعلمه يا كابتن ميمي من صغرك الناشئ يعني اما يجيلك مدرب يعني انا برضو اشتغلت فترة طبعا وده يعني شرف كبير ليه ان انا اشتغلت مع كابتن سياد طباخ طبعا فكابتن سياد طباخ من وحنا 14 سنة مكان يجمع المنتخب مثلا منتخب مصر كان اهم حاجة علمنا ان انت والكرة جاية انا لازم ابص بترفعيني كده المح مين اللي جاي مرة في مرة في مرة في مرة في مرة وكل دا وقت بنعمله في التسخين كل اتنين كرة كل ماشي بص فانت بعد كده بتتعود فبتبتدي تجبر يا كابتن ميمي على الحاجات دي انما لحد دلوقتي اللعيب فيه لعيبة ما بتترباش على كده فالعيبة بتجبر بتستلم الكرة في رجلها وبعد كده تبتدي تبص وتشوف اذا كان حد داخل هيعمل ليه هيتصرف ازاي انما فعلا اللي الواحد بيتربع عليه هو ده اللي بيشتغل عليه كابتن مباركات قلت كلمة دلوقتي فيه مقولة ما انا وستس في الجامعة بقى النظرش هي والاكاديميش هي والشغل الفعلش هي بس انا بطور الناحية الاكاديمية اللي عندي للشغل بتاعي ما لازم نكون اكاديمى ولازم نكون فاهم ولازم نكون متعلم ولازم نكون آري ولازم نكون متطلع على كل ما هو جديد وانا بطلع على انت قلت كلمة بتهت ومتقول ايه الكلمة اللي انت قلت لازم تبص ايه كبس طبخة نشتغل في برفؤاد. مم. وكنت لما وجود ايامها. فلما تيجي النهاردة فيه قاعدة عنده لك انظر حولك. اجري الى الكرة. العب الكرة خد مكان. ادي كرة القدم. بس كده. انظر حولك. انظر حولك. روح للكرة. روح للكرة. العب الكرة. العب الكرة. خد مكان. خد مكان. لو اتحرك. بس هم لحظتين في المباراة. مم. انت بتعلم الفرقة. في حالة فقد الكرة. في اللحظة معينة. انت بتعمل ايه? كرة طلعت سهلة هي. انا كاتب القاعدة ديا. انا عاملها كده برواز. دي كانت من استاذك كبير. او 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 رحمة الله عليه. الاستاذ حناف المختار. مم. اللي كان استاذ كرة القدم في كل التربية رضية مع الاستاذ عبدال صالح الوحش. مم. انا ما كانش يحب كلمة الدكتور. يقول لك قل له استاذ. القاعدة كده مكتوبة. انظر حولك. اجري الى القرى. العب القرى. خد مكان. في قاعدة تانية. يقول لك التمريرة. الباز. هل منتكلم على طريقتنا. هي التمريرة المناسبة. التي تلعب للزمن المناسب. في المكان المناسب. بالوقت المناسب بالقوة المناسبة. انا كابتل برقات بيلعب يمين. بتدلو القرى على الشمال. ازاي? في ان التفكير بتاع العدد الازيل. ناة دي كده انت بدأت تصعبها علينا بقى. انا بحكمكنة. قمية المناسبات دا هيك كتير. اه. ما اقول لكابتل برقات. انت بتديني. انا بلعب السريباز. النهاردة واحد اتنين التالت. تملي فيها عملية السند في الكرة. انت بتسند ازاي? كل الكلام ده. لازم تاخدوا الاولاد. وانت طالع بالزبط معايا. بعلم معايا خطط كده. لما نهاردة الزغير يقول لك. انا شفت ناس عندهم ست سنين عاوزين اود ولادهم الجيم. انا اسف. يعني الجيل. ايه بيودوك جيم ايه? ويقول لك ايه لازم تكسب المباراة. انت النهاردة ولاد زغير لازم مش عارف اقول لك بطول. انا مستر كامل طلب مني امسك قطاع النشئين عشان اعمل انجاز فيه? ولا مش البرعد. كنا عاملين قاعدة غير عادية. بالنسبة لنا. فانا النهاردة يا عمالة بكلمك. الناس مش فاهمة. هيقول لك مسلا باتكلم معي. لا ده في حاجة مراحل. انا النهاردة ماسك اي حاجة دلوقت بمسكها ايه مفيش عندي. في حاجة اسمها مراحل التوفق في مراحل التعلم. في حاجة اسمها مراحل التوفق الاولي. لا وهو الانجاز كبير حتى انت لو بتتكلم عن الانجاز. يعني انت دلوقتي بتقول الكابتن حسام حسن مثلا. في الفريق الاول واخد تمن لعيبة ولا مساعد تمن لعيبة. ده قمة الانجاز. دي ان الاندية دلوقتي خلاص. انت حتطلع على العيبة دي مش هتدفع فيها فلوس. هتلعب اللعيبة هتشد وحتتودك وبعد كده هيبقى نجوم وسعرها هتزيق وكل ده بلاش ما هو ده كل ده من قطاع. انما دلوقتي الناس بيت بتعمل ايه? ما بيلاقوش حاجة تحت فبيروح يدفع ملايين 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 ملايين. تعال انا عنده كابتن براكات عندي ست فرق في قطاع الناشئين. الفين وواحد وتلاتة وخمسة وستة وتمانية وسبعة. سبعة كانت خرجت السنة اللي فاتت كلنا حصلت شوية الظروف وطلعنا من دور ايه يعني سبنا دورة الجمهورية. كندا مصر يعني. فالنهاردة تحسب تحسب الموضوع ده. اقل قطاع يمشي جنب الحيطة باللي انا بقول لك عليه سفر في نفسي ده يوم الكلام ده خمسة مليون جنيه. خمسة مليون. اه. خمسة مليون جنب الحيطة. في نفسي اليوم سفر واجبة غزائية. مصاريف بدون اي مكافئات. اقل ونفس يوم السفر عشان لا يبقى في فنادق ولا بيات. مفيش فنادق ولا بيات. السفرية بتمكن تتكلف مع حضرتك بتاع حوالي في نفسي اليوم بتاع خمسار الف جنيه واتناصر الف جنيه. برا. داخل بورسعيد ممكن تتكلف من ستة لسبعة تلاف جنيه. حلو. بالواجبات والكلام ده. غير ايه. الكلام ده غير مكافئات. ده موضوع. طيب الخمسة مليون دولي. انا بص عندي. عندي ايه. تمان لعيبة كابتان حسام خطو. يشكر. لعيب اسم فوز جد بكرايد. بيلعب موارد الفين وثلاثة. لعيب اسم عدنان بكرايد الفين واربعة. اخد لعيب اسم شداد لعب درجة لعب في دره ممتاز موتش الاهلي. اه بيلعب في نص الملعب. اخد لعيب اسم عمر المرسي مهاجم. اخد لعيب اسم محمد الظريف. اخد لعيب اسم ابو الفتح. حفظهم بالنسبة لي. اه حضرتك اخد لعيب اسمه لأي فاهمي. اه اخد اربع تجوان. اخد لعيب العيدي. الفين وواحد. كلهم كلهم بقى ايه. الفين وواحد و الفين وثلاثة. الفين وواحد و الفين وثلاثة. اه مشكل لات. مشكل. واخد حسام حسن. الفين وستة. اللي هو اصغل لعب في مصر لعبهم مباراة بيرميز. بالضبط. النهاردة مين اللي عمل الكلام ده. هو. ساعدني. النهاردة الفترة الاخيرة دي. انا بقول لك جاي من المباراة. اه بنلعب مباراة لسه مكونتش حاجة اسمه فريل الامل. ايه كابتن عشان بقول لسه اللي بعمل مباراة عوزت مرن ثلاثة شوات. خمسة وثلاثين خمسة وثلاثين خمسة وثلاثين. فانا باخد معي بتاع حوالي خمسة وعشرين لعب. وبدي الفرش قدام. بتشكلهم من من تحت. من تحت. اللي هو الالفين واحد والالفين وثلاثة. وخمسة وستة. اه وتلعب مع كابتن حسين مع الفريق الاول. مع الفريق الاول. فطبعا كابتن حسين كفريق اول بيعد بيعد لعيبته. وفي نفس الوقت عينه بيشوف اللعيبة بقى دي كلها. وهو اللي اختار. شيء جميل صباح. وده شيء جميل. اما يجي مسلا يرجع انا كاختيار. عندك بقى المجتمع صغير. فلو انت اخترتها كابتن بركات. لا. بيمو عبدالرازق كوسة. بيمو عبدالرازق قابض. بيمو عبدالله. لا ما عندهش الكلام ده. انا حلف قسم. مم. الحمد لله. اربعين سنة انا لغاية دلوقتي الارتباط بينه وبين اللعيبة ارتباط غير عادة يا كابتن بركات. يعني حتى اللابة مرنتها. حسام حسن بتاع سموحها. ناصر ماهر. مانجة. اه. لان ده سموحها انت حملت شغل في سموحها كابتن اه كان ولا ولا اروع من كده. بس هو مشكلتك كابتن. الناس دايما كانت بتبقى واخدى الانطباع ان الكابتن ميمي هو جاي ايه بس يمشي الدنيا. وحتى ما بتبقى جاي. وبتعمل نتائج كويسة. العين ما بتبقاش مسلا ايه يعني الحتة بقى اللي ايه الناس تقول لها ايه. لا انا جيبته يمشي لي الدنيا والدنيا ماشية بطريقة كويسة هي. فيكام لا بتلاقي برضو. ربنا يكرم الوكلة. ربنا يكرم الوكلة. اه يعني انت فهم انا اصدي ايه. انا فهم اصدي. النتائج اللي انت كنت دايما اما يحصل اه موقف مسلا وخصوصا انا بتكلمك خصوصا في سموحها. يعني انت في سموحها عملت نتائج كويسة والشرق الكويس ووصلت انهاء كاس. كاس مصل الفين وطمانتاشر. والدنيا كانت كويسة. واتلعت بدربات الجزاء. بدربات جاء. وفي الاخر بنتفاجأ ان الكابتن مسلا ايه امي امي امي. ما يا كابتن بركات بوس مش بتاع. انا دلوقتي اعلى لك. انا مكاني مسلا. انا احب شغل احب شغل الدور الممتاز. انا ارتضيت دلوقتي اللي انا اقعد في حتة قطاع النشين. انا حسام حسن معي. اه. حضرك ده مطش الزمالك. مطش الزمالك النهائي. انا اضطرد منه حسام حسن بسبب الحركة دي. ام. حسام انا اضطرد في الدقيقة اتناشر من الشوط التاني. في طالت اقل عبالك سرطايا ما كنت بلعب اتنين صغيرين في نص الملعب. واحد اسمه اسلام. واحد اسمه برايم عبدالقوي. وكان معي ولد باكليفت اسمه محمود معز. بصراحة. وفي دل اننا مسيطرين على المتش وعمد تمساح. تعارف عمد تمساح رأيك كبير. بصراحة. نزل برضو في اخر المتش كان ايجيب جون برضو في جنش. ولعبنا ضربات جزاء. واول واحدة عبدالله بكري. اللي اسمه هندس فرج عامر باعه. مم. بربعين مليون جنيه. واحنا جايبين من نبرو بمتين وخمسين الف جنيه. مم. بربعين مليون جنيه. اه. لحفر الباطن. يعني جاي بمتين وخمسين الف. ومشي بربعين مليون. بربعين مليون. مم. بربعين مليون. احنا في نجوم. في مجموعة. بس مين اللي يمرن? مم. النهاردة لحضرتك لما نعمل النهاردة. انت معك استاذ دكتور في الجامعة. ومعك محاضر. طيب ما نيجي نعمل النهاردة. القرش العمل. اتقول لي ما بعملش. فيه امكانيات. مستر كامل لما يجي السنة دي. هو ركز بصراحة واتكلم معنا. مركز على حاجات معينة. المنظومة اللي معايا كابتن بركات. يعني معايا واحد لازم يحبني. اسمه كابتن محمد معوض. نائب مدير القطاع. شغال معايا بما يرد الله. اه معايا راجل مدير قداري اسمه السلام بس معايا قداري دينمو. اسمه الساد الجراحي اربعة وعشرين ساعة. يجري مسا اللي يجيب دي. يعمل دي. فكل يوم انا بقعد بالله كابتن بركات في البات. اعمل بلان. واشوف اللي عبت مين. واكلم المدربين. لان ما قدرش اتعده مدر بقول له لعب لعب. هو البلان ده كله يا كابتن في الاخر يعني دايما بنقول السبب الرئيسي بتاعه. ان انا ايه اغازي الفريق الاول بلعب. الله ينور. ايه الحاجات الاضافية بقى بجانب الاضافية يقول لك بقى عندك بقى تتغلب مباراة مثلا. تقوم الناس يقول لك ده القطاع بايز. القطاع ما فيش كوسة. ومين اللي بقول الكلام ده. انا قاسم. مجموعة بتكون ولادها كانت موجودة فانت بتحاول. انا بقى لسنتين في النهضة المصري. اعم. وعدت في اسموحه عشر سنين. خالد عبدالفتاح ده ابني. اعم. بتاع الاهلي. بتاع الاهلي. انا من الاختبارات. اعم. فجئت. بس طلعهم كانوا بلعبوه في اندية. جايب من الفين وتلاتة خمس لعبة من الاختبارات. ده بتقول اللي بيقول كده بقى بيبقى اولياء امور لا اولادهم كانوا بيبقوا موجودين وما بقوش. ما بقوش موجودين. وما بقوش موجودين فبيتطلع. بيطر يطلع بقى. يطلع القطة الفاتصة. يطلع بقى كابتن باركات زيادة بتقول القطة الفاتصة. ويطلع مسلا. خدت بالك. اه مسلا. مين زميلي اللي فضل علي. الله يرحمه وانت هتعرفه. وانتخب مصر الفين وسبعة. دكتور محمد علي. طبعا. محمد علي محمود. كنا في قضاء واحدة. يا له على الشخصين المحترم. شخصية غير عادية. تعلمت. بوسك انا امانة. كان يجي لما رحت قلت له كده. انا عمسك مع كابتن سادة الطباخ قبله كزا بورفاد. طب امي ما عاوزين نعمل كزا. ونعمل كزا نعمل كزا. فانا قاعد شغلتي دلوقت القرى. شغلتي القرى. بحبها. اه زي حضرتك النهاردة اه 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 المنتخبات عملية الانتقاء. انا لازم النهاردة عندي مجموعة كبيرة جدا. يعني ما يكون عندي في القطاع ست فرق في تلاتين لعيب بمية وتمانين لعيب. انا ما عرفش اطلع من المية وتمانين لعيب دي ان تمن لعيب اللي حضرتك قلت الانجاز يطلع في الفن الاول. وهم موجودين دلوقتي قريد في الفن اللي عيساعدني مدير فن الفرق الاول. في مدير فن الفرق الاول ما كانش بيبص ده. اصلا. خالص. اه يعني ما انا مع الناشرين ده موضوع انا قافله. مش موجودة. مش هجيب حاجة اه. هبعا تجيب من بره اشتري من بره. حضرتك انت قلتها النادر الاسماعيلي. كابت انشحت اللي هرحمه. اه. في العصف الزعب اللي كنت هناك مكان مسجر القدسية. حضرتك وخالد بيب وسيد مغوض. مجموعه محمد فضل. ايه ده. اتبعتوا اعملتوا ايه? اتبعتوا دلوقتي تجيبه. لما اخزي الايام ده كنت تجيبه مليارات. فانا النهاردة في مجموعة لما اطلعش النهاردة. بانجاز ان اربع لعيبة فيهم حوالي تلاتة لعبوا في الدور الممتاز دلوقت. لكابتن حسام لعيبهم. والنهاردة بينطقي 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 بينطقي. هو من اللي بنجح هو نجح الكطاع. نتائج بقى اول دوري وتاني دوري في اقطاع اقطاع النشاة. ايه خط اول دوري? حصل ايه? في اقطاع النشاة. ايه المحصلة? مفيش محصلة. انا مساعد هي دي المحصلة اللي. بس في نفس الوقت الحراكة اللي انت قلت. في السن اللي فوق ده. انا عاوز اهداف. هدف ايه? واحد اتنين تلاتة. هدف التمرين ايه? يبقى موحد. بس اخد بالك برضو زي ما انت بتقول برضو كابتن حسام اه بيتعاون وبييجي واعمل لي ماتشاة وبتاعه. بس ما هو كل دوت اكيد السبب الرئيسي فيه الاحترام المتبادل والثقة بتاعت الكابتن حسام اللي هو انا بتعامل مع ميمي عبدالنازي. انا انت فاهم انا قصدي ايه? اتفاهم يا كابتن بركات. هو زي ما حضرتك دلاتك اللي انت على حاجة. انا مساعد في ماتشاة كان مع حضرتك. الفين وحداشر. مم. مع منو الجزيه. الفين وحداشر. انت اللي عملت الجن اللي بتاع التعايد بتاع احمد السيد اتنين ات انا كذبان اتنين سفر. بتاع صمه الافون. اللي في استاد القاهرة. اللي في استاد القاهرة. اتنين سفر وتعدلنا اتنين اتنين. كنتم المدير الفني. اه. اتعدلنا في الدقاءة تمانية. ايه ايه. حتى لنا طلقت قلت لكابتن ساميرو عثمان بقى ربنا يديره الصحة. وهو شغال في البنك. اه. قلت له الفوائد بتبقى مسهل تلاتة في المية. ما فالك فوائد يضحك معايا. تعارف الاهل تملي الحتة بتاعته بتاعت الوقت بدلت ضايع دي. ايه. فاحمد السيد ساعتها الكورنل الاخير. انا كنت المدير الفني. اه. منو الجزيه خرج بعد المباراة بصراحة في المؤتمر الصراح فيه. لا واحمد السيد كمان اللي جابت جوب خل بالك. ده دي لوحدها مشكلة كلبات. اه. بس انت عملت الجن الاولان لفضل. اه. لما حسن الشاوي يوقف الكورة. قمت انت ضغط ضغطها. قمت عامل الاوفر لمحمد فضل في ديئة ثمانية وتلاتين. كان اتنين واحد. انت ما شاء الله ازاكرة. اه. الحمد لله. لا. ما طبعا. مركز بس انت مركز وكل حاجة. ما طبعا. ما انا يعني ما عرفتي بقى اللي انا عرفته. واصلا كمان يعني حاجة كده على على همش الحوار يعني. ان انت كنت بتلعب كورة مع الفنان عمري ديان. طبعا. طبعا. فعلا الكلام ده? فعلا. كنت البركات سند بالزبط بالزبط بالزبط. ستة وسبعين سبعة وسبعين تمانية وسبعين. فان انا عمري دياب كان في بورسايد بورسايد. غير ما ليش او بورسايد. كنا بنلعب في نادي هيئة قناة السويس في بورفواد. اسمه نادي ايه اللي هناك بالنسبة. زي اسماعليا من انت روحت الدنفاو. الكلام ده وبتاعه. فكنا بنلعب هناك. كنت انا هو وحسام التابعي ابن المرحوم الكابتن الساد التابعي. اللي كان برضه اسماعليا مع كابتن انوس وكابتن اميرو. فكنا بنلعب احنا معه وعمر كان في فرقة في بورسايد اسمها فرقة الديفيز. كان هو يطلع يغني. وكان معهم واحد يغني اغنية ديمس روسس برضو. بالنسبة له. بس كان لعب كرة. واللي كان متبنيه. الله يرحمه واحد اسم محمد عبد المنان. ده يرحمه يحسن ليه. كان اداري معي في المريخ. وهو كان بلعب كويس. كان لعب كويس. لا والله. لعب كويس بس كمان كمان ايه بسم الله ما شاء الله زي ما هو عنده كده ربنا يدلو الصحة. اه. عشان نمسك الخشب كده. اه كان وحش برضو. يعني الدخل على طول بصليبي. اه يعني كان بلعب جامد كمان. يعني كان اجريسي في لعب. قوي. قوي اه. كان قوي جدا. طب فنيا كان هو احسن ولا انت احسن بقى? لا انا فنيا انا كنت باك رايت اه. اه. فنيا كنت باك رايت. اوصل لغاية الخط الفرقة كلها باك رايت. ما تلاقيه. شراء الاوفر في الاول. اهم راجع لهم سوري. حتما لك. بس كنت بتقول سوري. قلت لازم اقول سوري. ببتقول سوري خلاص ما عايزين منك. لازم اقول سوري. فالموضوع عامل البركات انا بحب عملي. بحب شغلي. انا كنت انا اقول لك على مشكلة حصلت معي. انا اول مدربي ترشحت اللي يبزك الست شهور سنة تسعين وعا تسعين. واللي رشحني الوزير عبد الملاي مأمارة. رشحت كمدير فن. أطلع الدورة اللي كان الجوا يمسكه المنتخبات. دورة تدريبية. ده أول مجموعة. أنا والدكتور محمد علي. وكابتن عالة بو جريشا. وكان علاء نبيل وعالاء مرسي. فالألمان كان عوزين تلاتة. كنت ألمت تلاتة. جرات. رح تلقيت نفسي بره. بره. مكتوب عزر بوروس. تصل بيها لي. كابتن انت مدير فن مسك المريخ دورة ممتاز كان معانا حمد أبو راضي. انت تيجي تسافر ألمانيا ستة شور ترجع تمسك منتخبات. انا راح تانية مرة كابتن شوق غريب. ومسك منتخبات. وراحك كابتن عالاء مرسي وكابتن رلال نبيل. لقيت نفسي الطاير ومعي القرار الوزير لغاية دلوقت. معي اللقه في البيت كله وبصه لو عضا عيّة. نطلع فاصل وكمت كلامنا. فاصل وكمتبليين مع حضراتكو في الريمونتاتي. أهلا بحضراتكم مرة تانية في الريمونتاتي. كابتن ميمي خلينا نتكلم بقى ونتكلم عن النادي المصري على مستوى الفريق الأول والكابتن حسان حسان. يعني تقييمك إيه لأداء فريق المصري السنة دي في الموسم ده؟ النتائج ما كانتش خدمة ولكن ابتدت الدنيا تفرج الفترة الأخيرة مكسبين ورا بعد ابتدت الدنيا تبقى كويس. فرؤيتك إيه للنادي المصري؟ هو طبعا لما يجي طبعا أنت عارف كان فيه عملية تغيير الأجهزة بين الكابتن نهاب والكابتن حسان. بالضبط. فكانت فيه مشكلة مجموعة اللاعبة اللي هي اللي جاية بالنسبة لنا فهو محتاج كابتن حسان عنده حتة أما قفت اتكلمت معي يعني. هو بيحب تملي يعمل عملية الإعداد. بيحب يبدأ هو من تحت لأنه بيركزه في عملية الإعداد. وهو قال لي الكلام ده قال له المجموعة الناشئين دي كانت عندي في الإعداد أنا كنت سقلتها. إنما دلوقتي كل ثلاثة يام وكل أربعة يام ماتش. ما عندوش وقت إنه هو يعني يجازف إنه هو. أصدقف واحد بدون خبرة مع العلم يا كابتن بركات. اللاعبة في الدور الممتاز أسهل. بس محتاجة حتة تانية. محتاجة اللي هو الناحية النفسية. اللي إنت تقعد مع اللاعيب وتفهمه اللي هو. الكلام اللي حابلوه بالبلد ما يقلقش هو الكلام ده. فكانت مهمة الحتة دي بالنسبة له إنه فيه لعيبة صغيرة. لازم تقعد معها جلسات كتير جدا. فاللعيبة اللي إيجاد بالنسبة له دركة قطعم آخر في يناير. بخمس لعيبة. جهات جريشا من بروكسل واتنين من الفيوم والفيومي برضو من بروكسل. أربع لعيبة. فهو من النهار ده حتى ما تيجد بصة القتين بتاعنا بقى السابت. حتة اللي عندنا مثل اللي إنت بتشوفه وراء عمر موسى بخبرته. وشايل الفرقة. فريد شاو إيه كهفضة فندر مشى دلوقتي بقى عندك إزي ميكة اللي عيب اللي جابوه اللي هو بتاع إمبي اللي هو اسمه موليد ألفين وواحد خلي بقى لك. تعوزك على إزي إيمكة؟ لأ أيمن كمال اللي هو بتاع اللي بلعب دلوقتي في النهار المصري. اللي عيب ده هو في نص الملعب وجاء أعارة. لا أصلا كنت بكلم على إزي إيمكة عشان إزي إيمكة عمل مباراة كويسة جدا مع النادي المصري هو العيب كويس. مروان حمدي لما برضو وانت عارف برضو طريقته كويسة جرندو. وجرندو مجتهد ومجتهد ومجهوده كبير وشغالك واشي؟ قطرة بشرية بالنسبة له حتة برضو مثل برضو لسه كريم العراقي مع عزيات فرج مع مجموعة كبيرة مع حسين السيد مع مع سعيود مع سعيود مع سعيود. لما من اللعيبة للمحترمين جدا يعني ما كنت ماسكت ده فهو النهاردة بيحاول يجمع أكبر عدد من اللبناط عشان كده كابتن الأسماء اللي احنا بنقولها دي كلها عشان كده بنقول الأسماء دي تدي أكتر من كده وكتب المفروض تشتغل أحسن أحسن من كده ما يبقاش ده وضع النادي المصري عشان كده حاسس إن النادي المصري من أول الموسم لا لسه الدنيا بس أعتقد خلاص الفترة الأخرين يبتدى بقى خلاص كابتن حسين يحط ييده وبتدت الدنيا. عنده ماتشين جيين بستة بونت من نسبالهم. طبعا مش متوقع حرسوا الحدود أو حد تاني. طبعا انت عارف الزغير زي ما انت شفت انبي يعني انت الدوري كنت في المقدمة حضرت بتتكلم كلام إن الزمالك إيه لعامة مصر المتغيرة بين يوم وليلة. انت تكسب الترجي بنتيجة كبيرة جدا من الفرقة الكويسة جدا. وبعدين بعد يومين بنفس الفرقة بنفس الأشخاص تعمل ماتش سيء قدام انبي وتخسرت ليه؟ انبي عمل أداء عالي. طب نرجع للسؤال الفرقة اللي تحت دلوقتي الداخلية عملت أداء عالي في أربع ماتشات. يعني بتكلم على الداخلية كمان الكابتن علاء عبدالعالو كلام ده عملوا أداء عالي في الأربع ماتشات. البنك الأهلي أخيرا فرجت وما كسب كسب بيرامدس. حتى أقول حاجة مفاجأة ليك يعني كابتن علاء أنا ابني دكتور في كلية تربية ده في علم النفس استعان بيك كابتن علاء استعان بيك في الداخلية استعان بيك في الداخلية استعان بيك الارتباط والكلام ده والأعدات والجلسات والجلوس وقرب من اللعيبة فتحس إن احنا محتاجين المنظومة دي كمان يا كابتن بركات في المنتخبات. بصراحة. طيب سبني يعني أفرجك على صورة كده وتقول لي مين اللي في الصورة. ماشي انزل كده أسر بالصورة كده عشان كابتن ميمي قولي أنا مين اللي في الصورة؟ افتكر الصورة دي؟ اه مين اللي في الصورة دي؟ يا بعيدة عني شوية بس إن ده عدنان؟ اللي على الشمال مين؟ اللي على الشمال خالص ده؟ اه. عدنان؟ ها يا جماعة قلوله مين اللي على الشمال؟ ده نصر الجمل بص ده نصر الجمل اللي في النص عبر فعاد. مش عمر دياب؟ ده مين؟ عمر دياب اللي في النص. تمام؟ ايه. وده يوسف عويلة. طب يعني انت عرفته عمر دياب دلوقت؟ جماعة عمر دياب اللي في النص. حيل. خلاص؟ وده يوسف اخو كابتن موسى عويلة. مم. وده عدنان الجون حارس مربع برفعاد. كان جون عالمي. طب ما انت افتكرت يا كابتن هو؟ اه تمام. ولا كنت لازم اقول لك عمر دياب؟ انت معلم الصورة بعمر دياب؟ اه. واللي تحت ده نصر بكري. تمام؟ مم. نصر بكري كان سير ديباك. اه دي دي الصورة دي يعني في برفعاد. اه. الصورة دي في برفعاد. اه. طب كويس اديك عرفت الناس اه كلها. طيب كابتن ميمي ارجعت انا اقول لك الدنيا مشيت كويس مع النادي المصري الفترة الاخيرة او كده. وانا انا بتتكلم دلوقتي احنا في الاسبوع يعني خلصنا الواحد وعشرين وحنبدأ في الاتنين وعشرين. يعني انت بتتكلم لسه في حوالي تلاتة عشرين. اصبوع كمان على نهاية الدورة. فتجر النادي المصري ممكن يفاجئن ان هو يكمل سلسلة الانتصارات دي وفاجئن ان هو ممكن يبقى يختم في المربع الزهبي اللي بطولت الدوري ولا السنة دي صعبة. بإذن الله كابتن ملاقى المربع يعني بص كل ما انت عندك امل وعندك طموح اتلا. انما بص الفرق اللبناط وفرق المطشاط. ممكن ممكن نوصل ممكن نوصل للخامس. ممكن نوصل للسادس. يصدق لان الفرد والفرق اللي فوق مش هتفرد. يعني الاهلي على القمة فيوتشار بريمتس. 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 الزمالك. الاتحاد. الاتحاد داخل بردو. المعاولين. كابتن شوق غريب النهاردة الحسان اللي لسه بتاع الدوري. من الهبوط للمركز الخامس او السادس. ده الليقولة كمان ان في سلس. يعني ابتدت الدنيا تقلب شوية كده. الكم ماتش اللي فاتوا بيخسرهم. يعني لو كده كان هيبقى. ونفس المحلة كابتن بركات بردو. محلة بمشت. نعم هو الموضوع اللي انا بقول لحضرك عليه زي ما انت بتشتغل دلوقت. التخطيط. انا النهاردة بعرف اهدافي ايه. واحد اتنين تلاتة. انا حضرك كابتن بركات غير المصري. عما اطلع زي ما احنا بنلعب في قطاع الناشئين. مية وتمانين مباراة. بصراحة. مية وتمانين مباراة. لجلة المسابات عندك في قطاعات الناشئين. البشماند الصلاح. عالي بصراحة شغال. شغل كويس. كويس جدا. بصراحة. بص. يعني انا نفسي اتلبخ. يعني ما تجي منتوشها والملاعب. وانت عارف الملاعب عاملة ازاي. وماتشين في وقت واحد. وبعين ترجع تغير. ففي اتصال ده. انا لما بقعد مع الحج عامر بيفضل يقولي الكلام دوت. انا بقول الله بقول الله يكون فعونك. بس مش عارف ملعب ايه. لا لا لا. الحج عامر مش شخصيات اه كابتن بركات. يعني مش عارف اقوله انت الدماغ ديت بتقدر تستحمل الكلام ده كله ازاي. عامر قعد معي عشر سنين في اسكندريل. في القوضة بتاعت بتاعت كتاعة الناشئين. شخصية جميلة حاجة عامل بصراحة. شخصية جميلة جدا. اوي. وخلي بالكم محترم. وبيحب. وبيتهاجم على طول برضه. لا. بيتهاجم برضه. والله يا كابتن بركات بيحب عمله. انا بكلمك بأمان انا عادت معاه. حتى مهما اقول لك في اي حاجة بيحب عمله بطريقة غير عادية. لا ابعد الحدود. يعني انت عشان ترتب يدور دوله. الله صعب يا. صعب جدا. الله صعب يا دكتور ابو. صعب جدا. صعب اللي انت بتقوله والملاعب ومش عارف ايه عنده ايه. الملاعب هنا والكلام. فرقة بتستخدم نفس الملعب. نفس الملعب. انا حاجة اللعاب اللي بتسافر برا. انت جويس عالية الموضوع ده في الفينة الفين وثلاثة. لعب المحترفين او الكلام ده وبيطلع. نهاردة يطلع يسافر برا. انا كان عندي لعب كويس جدا. سافر برا الامارات. وانا انفاضل ما ايده. رجاء قلت له ابن عملت ايه. قال لي ضحكوا علي. مش هناك. اللي صفره ضحك عليه. فاحنا عاوزين الكلام ده. اه اه اللعاب المقهوبين. اه انت عملتوا النهاردة عملية المنتخبات. عاوزين نرجع كابتر برا جزة زي زمان. منتخب القناة. عاوزين ننتقل عام منتخب القاهرة. الفرشة. فهم منتخبات اللي هي القطاعات بقى منتخب القاهرة ومنتخب الجيزة ومنتخب شمال السعيد ودرود السعيد. ده ده احنا عاوزين وهو كان اشتغل. خلي بالك اشتغل لمدة اسبوعين وبعدين اتلغى. برضو ملاحظة لو لك. لا الموضوع ده مهم جدا. لانه يبقى مدرب المنتخب قدامه الفرشة وقدامه النهاردة الجلسات اللي كنا بنعملها زمان. يعني افتكر حضرت كارت كنت برضو في المنتخب. هتفتكر مدرب. اي ام كابتن ساد طباخ في المنتخب النشان احنا اتجمعنا من المنتخبات من المنتخبات دي. كان بطولة الجمهورية مناطق قاهرة والجيزة حتى كنت سعيق وكان منتخب اسكندرية ومنتخب. فاحنا. حضرت كابتن مع مايكل سميس. لا. اه كان الكابتن احمد ماهر. لا. كان بيجي. اه بيجي لبورسعيد. اه يوم يقعد معايا. مع الكابتن عادل الجزارة حمر رئيس الاجنة الفنية. انا مسك النادي المصري. اه. يقول لي عندك الفروت ده. يوم يطلعني البلان. ويعمل لي ملعب التمنتاشر. اقول لي انا عاوزوا يتمرن. ده مدرب المنتخب. اه. عشان اشوفه. عاوزوا يتمرن عندك في النادي. في عجون. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. كان راجل انت فاهم. النواقص بتاعته. الحاجات اللي عايز اشتغل عليه. عشان لما يروح له. الوضع اللي انت عارفه اللي عمناس بنعمل التجمعات كتيرة بتاعة كابتن محمود الجهري. اه. بتاع كابتن بالراجل. الراجل ده بيقعد. حياته كلها كتيرة. اربعة وعشرين ساعة في القوضة. اه. ده من الفيديوهات ويقعد يتفرج ويدرس ويعمل. اقسم بالله عزيزة والبركات. انا اشتغلت معه. انا بقلده. اه. دلوقت ده. اربعة. فانت النهاردة في السن ده عاوز تنقل خبراتك. عاوز تشتغل. عاوز تنزل الملعب. فالناس لازم تستفاد. فالناس تسيبوا لدهم بالنسبة لك الحتة في قد امينة اللي احنا نعمل شغل عشان ن الفيد. الفريد الاول. الكلمة اللي انت قلتها. انا راح اجيب لعيب المهاردة. عاد عاد. بعشرين مليون جنيه. طب انا استسمى العشرين مليون جنيه ده في عي الموليد الفين وتلاتة. والفين وخمسة. اشوف عندي مسأل ساي كريم العراقي. وهو ما يطلع يكسر للدنيا فوق. ابقى حتى بيعه بقى بالعشرين وبالتلاتين مليون. كريم العراقي ماشي مسأل الفين وكام. مسأل هيمشى الفين اربعة وعشرين. يجي الكابتن حسام. يقول لي تعالى. انت مسأل مدير قطاع الناشئين ايوة. يقول لي انا عاوز لعيب عندي يكون الفين تلاتة وعشرين البقرة تعالنادي المصر. بالزابط كده. ما طلعتش يعمل الاقابة. اه. حتى وانت في الاسماء اللي بتقولها لي قلتلي من ضمن التمانية اتنين. اه بكات رأيتها. كابتن ميمي يعني اه انا سعيد انك كنت معايا. ده انا بي سعيد معايا. ده انا بي سعيد معايا كابتن بركات. نورتني ونورت المنتدى وربنا يوفاك. ووفق نادي المصري نادي كبير. وان شاء الله كده يعني ايه بقالنا اعد التاني مع بعض. انا في كمة السعادة كابتن بركاتة اللي انا مع حضرتك بصراحة. ويوم جميل عندي. وكل سنة وحضرتك طيب. سلام. سلام. وكل امهات مصر طيبين. بعيد الامة بتاعهم. بيذنى. ربنا يخليهم لمصر ويخلهم لنا. شكرا. شكرا. كده طبعا انتهت حلقتنا النهار ده من الريمونتادة. بكرة يوم جديد وحلقة جديدة. وكل الامنيات طبعا طيبة لنادي الاهلي ونادي الزمالك في تحيي الانتصارات ان شاء الله. تصبح على خير. موسيقى اشتركوا في القناة